الابتسامة تصنع منك شخصاً ساطعاً بالأمل فما بالكم بمجموعة صناع الابتسامة الشبابية فهي مجموعة لتحسين الواقع النفسي الاجتماعي للأطفال والشباب في القدس المحتلة نساطات وأهداف المجموعة مع مسؤول المجموعة أمير زعتر يا سيد صوحك سيد صباحكم جميع أمير زعتر صباح المشاهدين بالبداية أمير خلينا نتعرف عليك كيف بلشت هالفكرة من وزارة طراب للأطفال أمر 19 سنة أنا متطوع قبل بالمجموعات الشبابية اللي كانت قبل أحب التطوع بالأطفال نعم خلينا بس نرجع نذكر المشاهدين أنه هاي المجموعة هي مجموعة صناع الابتسامة الشبابية وقداش هو صعب أنك تصنع ابتسامة على وجه طفل على وجه أيضاً كمير في السن لأنه الابتسامة دائماً من أجمل أشياء في الكون اللي بتخلق لك نوع من الأمل صحيح وكما بنعرف أنه ليس القدس العطيقة والقدس القديمة والقدس المحتلة دائماً شبابها وأطفالها بيعانوا كثير مع قوات الاحتلال والفرحة عندهم خلي نحكي منقوصة نوعاً ما فهي المجموعة بتحاول أنها تصنع البسمة والابتسامة عند هذول الشباب والأطفال نكمل معك أمير عن فكرة هاي المجموعة المجموعة ففرتها بسيطة بتحاول تسمع الابتسامة لأي طفل بكل جهدنا طبعاً كمتطوعين شباب أو بنات في الفرقة عندنا طب خلينا نحكي يعني أنتوا بلشتوا من ثلاث شهور تقريباً يعني ثلاث شهور كيف بدأت الفكرة منها كيف طلعت كيف كونتوا عدد كبير زي ما حكيت لي بلشتوا بخمسين شخص كيف وصلت للخمسين شخص حتى تعملوا المبادرات هاي الجميلة أنا كنا أول إشي كان أنا نشرت على ساعد الشخص على السوشي الميديا بعديها كان في معين كمان شخصين اللي هم عبدالله شرح هو ليس من عباسة الترتينية كانوا نعم هم اللي بساعدوا بالمجموعة أد ما قدرنا على مواقع السوشي الميديا سنشات استجرار فيسبوك رجعنا متطوعين من جميع أنحاء جير القدس كمان في إنا من رمالة في بل إنا ببيت حنينة بيت لحب نابلس جنين كمين يعني عددكم في كل هاي المناطق ممكن يوصل للخمسين يعني خلينا نحكي كمان عن فكرة كيف تتواصلوا مع بعض يعني بتعملوا فعاليات بالقدس بتعملوا فعاليات برمالة فعاليات يعني بتتواجدوا أنتوا بكل الأماكن الموجودة نحن ممكن أن ننصف بين بعض اجتماعات نرتب لحالنا بين بعض نرتب لخطة نعم نقدر أنه ننزل على الميدان بهذا الوقت نعم طب مشاهدينا رح نروح لفاصل وبعدها نكملين مع أمير نرجع لكم رح نكمل عن هذا الموضوع ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا على هذه الأرض ما يستحق الحياة تردد إبريل رائحة الخبز في الفجر عشق على حجر أمهات يقفن على خيطناي وخوف الغزاة من الذكريات نحب الحياة غدا عندما يصل الغد سوف نحب الحياة على هذه الأرض ما يستحق الحياة المشاهدين مكملين معكم بفقرة صناع الابتسام الشبابية مع مسؤول المجموعة أمير زعترة مكملين معك أمير يعني كنا نحكي قبل الفاصل بأنه أنتو عددكم كبير من مختلف المناطق في فلسطين أول مبادرة لو تحكي لنا عنها كيف تم التخطيط لإلها شو عملتوا فيها أول مبادرة كانت تخطيط إلها من عن طريقة طبعا كنت جامع أصدقائي اللي هما يسمينوا أبد الله أنه نرتب لهذه الفعالية كانت أول واحدة في باب العموند طبعا إحنا انتقلنا بمبادرة بعدها كانت أسمها مبادرة يلا على الأدس اللي هي كانت داخل سور البلدة القديمة عبارة برضو عن مهرجين بس كان إشي قطار من باب العمود أنه ناخد الناس على سوق على السوق داخل سور القدس حلو أمير يعني زي ما كنا نحكي أنه كمان أنتو لكم ملكم مش كتير زمان يعني لكم بس تلتو شهور رنبلشين في هاي المجموعة صح؟ مزبوط كيف يعني خلال هذين تلتو شهور شو حسيت في تطور على هاي المجموعة؟ طبعا فيه تطور دائم لأنه إحنا مضل نشتغل على المجموعة أنا أو الطوق من معاي بشكل عام لأنه إحنا حبيتنا نرفع اسم المجموعة بأي شكل يعني كل أسبوع تقريبا عنكم؟ كل أسبوع عنا فعالية إذا فش عنا فعالية بنشارك طيب يعني أنتو بتحتاجوا كمجموعة اليوم لمركز لمكان يلمكم مع بعض حتى تفكروا وتخططوا يعني هل معتمدين على السوشيال ميديا في التواصل مع بعض ولا عندكم مكان ممكن الناس حتى تزوركم فيه تتعرف عليكم أكثر تنضم لعلكم أكثر السوشيال ميديا هو حاليا يعني أكثر إشي اللي إحنا نقدر أن نرتب حالنا فيه نعم منهوب الأحرى يعني لازم يكون فيه مركز النخص عم نشوف صور على الشاشة من مجموعتكم هاي الفعاليات اللي كنتوا تعملوها البلاليين والأولاد الصغر اللي بلعبوا هاي هون مثلا هاي وين كانت الفعالية؟ هادي إحنا كدنا مشاركين مع مؤسسة الرؤية في جود من الموجود جود من الموجود هون كمان فعالية كانت بالفتس اللي ذكرتها أنت هاي داخل باحات المسجد الأخصى اللي هي عبارة كانت عن بما يقارب عن أكثر من 800 شخص يعني خلينا نحكي كمان عن الصعوبات اللي أنتوا عم بتواجهوها يعني بدايته من ثلاث شهور لليوم شو الصعوبات اللي عم بتواجهوها؟ يعني خططكم محدودة اليوم أو أصبحت بإمكانكم تنفذوها كون أنتوا صار عندكم رؤية مختلفة عن البداية اللي كانت؟ خططنا إحنا مش محدودة ممكن إن إحنا نقدر نكبر حالنا طبعاً من نجي من طبعاً نحكي نفس الوقت نرجع إنه مش طبعاً دعم خارجي على هذا الأساس أنا حكيت لك محدودة لأنه ما فيه دعم فالصعوبات اللي عم بتواجهوها بهذا المجال يعني؟ ممكن إنه مرات يجينا صعوبات إنه فيش دعم فيش شغلات كتير ممكن إنه أنا عاجب طرق اللي خاصة إنه أدبر هاي الشغلات حلينا نحكي أمير يعني كيف بتشوف إقبال أطفال والناس على فعالياتكم؟ إقبال أطفال طبعاً هو ترفيهي لهم ممكن إنه يعني الطفل يكون مروح من مدرسته أو بالبيت محشور أكتر يعني بيروح من مدرسة على البيت يرفيه عن نفسه فالإشي بكون ترفيه حتى كمان بلوع يعني الكبار أكتر من الصغار بدون مرفو عن نفسه بدون ملكبار أكتر يرفيه ولكن يعني صعوبة إنك ترسم بس مع طفل أو كبير بالعمر صعبة شو بتعمله لحتى ترسم الإبتسامة إنت رعا تجاوبني علي عارف شو الجواب قابل الإبتسامة بالإبتسامة طيب يعني كمان يعني كمان بالرغم إنه في يعني فعاليات بتكون تربيهية أيضاً بتعمله توعبية مبادرات توعبية تثقيفية كمان للأطفال لأنه إحنا بحاجة كمان لأطفالنا يكونوا مثقفين مع مين بتتواصل حتى تعملوا مبادرات توعوية سواء الإسعاف الأولى أو غيره يعني ممكن مع مدارس ممكن مع جمعيات قابلنا إنه في ناس قابلنا عندها خبرة في مشكلة إنه إحنا نتواصل معها ونسألها هذا الإشي بنسبة لنا شو خطتكم الجاية يا أمير؟ إيش بتفكرة عمل لقدامكم؟ حالياً في خطة لأشياء جديدة الشيء من عملتش طبعاً إحنا منحاول إنه أكتر إشي الفعالية الخاصة فينا تكون غير عن الكل أو تجديد أو تغيير للفعالية لو حتى بمهرج أو أي شيء يعني أكيد نتمنى لهم كل التوفيق يعني صناعة الإبتسامة شيء جميل على الأطفال وأكبر بالسن يعني مسؤول المجموعة أمير زاترة نصيحة هيك بتوجيهها لأعضاء معك بالفريق لحتى يكون عندكم طاقة أقوى إرادة أقوى حتى تكبر حتى حدا الحابب ينضم لكم كيف ممكن ينضم لكم؟ أول إشي بالنسبة للمتطوعين أنا بحب أن أشكرهم كثير لأنه المجموعة عمودها المتطوعين وأنا بالنسبة لي يعني أنه مرات بواجه صعبات بلاقي المتطوعين هم اللي بسندوني دعمينك؟ دعميني بهذا الأشي أكتر أشي طب وإذا حدا حابب ينضم لك عم بيسمع عنا حاليا على التلفزيون ممكن على صفحة الشخصية أو يتواصل على صفحتنا على الصفحة على الفيسبوك على صناعة الإبتسامة الشبابية جميل خلينا نحكي آخر إشي أمير قبل ما نختم هاي الفقرة شو ضفت لك المبادرة هاي والمجموعة على صعيدك الشخصي؟ على صعيد الشخصي أني صرت أكتر حاب أني أبني أعطي أكتر يعني أفكر أكتر لأنه إشي جديد أكتر وبنفس الوقت نحاول كمان مرة نغير حابب تضيف إشي بالختم؟ أكيد طبعا حاب أشكر يعني أشخاص هما كانوا دعميني مش بالمال ولا بأي إشي معنويا؟ معنويا والنفسية أصدقاء قد ما حكيت عنهم مش روحة طبعا أبوي أخطر إشي هو اللي كان يسندني وفي كمان أخ صديق إلي بشار أب شمسية عبدالله شرحة محمد أب صبيح حمزة مسود ساعدني آخر فعليه إلي أبو العبد أبو سنينة هتتقلهم كلهم هيك عشان ما حتى يشي يزعل منه ما هيوة يعني شكرا إلك أمير زعترا مسؤول مجموعة صناع الابتسامة الشبابية دايما أتمنى لكم مزيد من التقدم ونجاح شكرا شاهدين أن ننتقل لفاصله بعدها نكملين ابقوا معنا شكرا